السلام عليكم الإخوان كديرين بخير فيديو تعليق خفيف درايف كما العادة المكان مقر الاتحاد الإفريقي أديسا بابا إتيوبيا الزمان 2013 المناسبة الجماع ديال مفوضية الاتحاد الإفريقي بش يدير خطة ديال التبادل تجاري في إفريقيا بيكون حر وبلا رصم جمهوركية حضرت الاجتماع لخبراء الاقتصاديين ديال الدول الأعداء في الاتحاد الإفريقي وحضرت الاجتماع من الأمم المتحدة والاجتماع من البنك الدولي وبزاف الشركات والأبنك ديال جنوب إفريقيا اللي كانت جايب تتقل ديالها هاد الخطة كانت فكرة فكرة ديال بعد الدول تسحب ريوسهم وما أسياد إفريقيا دول بحال جنوب إفريقيا والجزائر المغرب ما كانش حاضر حيث ما كانش في الاتحاد الإفريقي حيث كان خرج منه من 1984 الجزائر كانت تعيش أزهى أيام حياتها اللي عمرها غدت تكرر عندها كانت تعيش أيام نبحبوها أيام كانت فلوس تيصبوا لها من السماء فلوس الغاز والبيترول اللي كان وصل الأرقام قياسية واللي مخليها نفخ صدرها على الأفارقة مساكن اللي حلفهمه تتسدوا لي بشي شيك باش ما يبقى شي دوي وكانت سلفت تقريبا شربعة تشر دولة غير باش بنعليهم بأنها قوة ضاربة ما نقص حتى شي خير وباش تلبي ديك الغرور ديالها الغرور ديك الدولة الاشتراكية اللي تعلمت البلابلة والزعامة اليسارية الشوفينية من الاتحاد السوفيتي هاد الغرور كانت يخلى دي ما تنصب راسها هي الوصية على ديك الآفارقة باش هدرب اسميتهم في المحافل الدولية والدافع زماعة للحقوق ديالهم وهي مشي كالدافع للحقوق ديالهم كما قلت لكم هي باش تبع ديك الغرور ديالها الغرور ديك الدول المريضة الشوفينية الشوفينية عند أطباء النفس راه مرض الأعراض دياله تتبان منيتي كل واحد نقصه شي حاجة وعنده عقدة النقص وتبغي بان وجزائر كان دي ما تتبغي تبان والنقص والمرض اللي عندها أنها ما بيناش وما عندها الشاريخ وزاد مرضها أن نحدها بلاد بحل المغرب بدير عليها الضل فالاجتماع تفقوا تفقوا باش يبدو المفاوضات يبدوها من الهن العامين يعني في 2015 ويديروها في جوهانسبورغ ويكون الحضور على مستوى أعلى جهات الدولة جال الشيماع وجوا كما تفقوا رأيش ديال السينيغال ديال زينبابوي موغا بيقبل ما يموت ديال كينيا بوتفليقة ما جاش تكساعات الدواء في فرنسا والمغرب تهو ما جاش حيث كما قلنا من 1984 هو خارج للتحاد الأفريقي من بعد هذا الاجتماع تقريبا تفقوا المغرب مني شافهم اجتماعوا عرف القضية دخلت للصح والقاملة طابت وخاص يمدده ويقول بسم الله عرفوا شنا هي تكون سوق إفريقية كاملة في التبادل فيها يكون حرب لا رسم جمركية سوق فيها كتر من المليار ديال الخلق ما زالي الله تقول بسم الله في الحياة ما زال نقصها كل شي رأى الحماق ديال الحماق ما كان شي سوق حسن من السوق الإفريقية ما زال خاصها تبنى ما زال ناس خاصهم طموبيلات ما زال خاصهم الحوايج ما زال خاصهم وخاصهم وخاصهم رأى اللي نعلبوشي أوروبا وحتى أميريكان في التبادل تجاري افريقية بوحدة ستمسي قاعدك الشي اللي عندك وفي لا رسم جمركية يعني هام يشرب عندك كبير ده بتنظن بأن الصورة وضحات علش المغرب ولا تسد على أوروبا ويحل تسد ويحل حيث ما بقاش محتاجها ما مسوقش لها سير شو ما بقى عندهم تشي ملف باشي بتزونا لاوضاع مستقرة في الداخل والصحارة صافير ملف دياله تسد المغرب منعرف بأن مرهد مفاوضة سيكون شي قرار و سيدخل حيز تنفيذ سوف يقرر باشي يرجع الحدن الاتحاد الافريقي للمكان الطبيعي دياله و سندخلها رابح رابح هذو بلانات الناس اللي كتخطط نشر الأبناك في كل مكان وتبعون بالطيران الخطوط الملكية وبنى مصالع استراتيجية ديال الفوسفات في دك الدول اللي تكونوا قوة إقليمية بحال نيجيريا بحال رواندا بحال إتيوبيا بحال ما يديروا شع سفر رويضة و يقتروا على الأتباع ديالهم من الدول لحدهم حتى المغرب ولا أكبر مستثمر أفريقي في أفريقيا 60% من الاستثمارات في أفريقيا دياله ديالك الساعة دخل الاتحاد الأفريقي من الباب الكبير شوف شوف كيف استقبلوا المالك بحال هو مالك أفريقيا وبالصحرة هو مالك أفريقيا بحال نترا المغرب دخل في 2017 والاتفاقية توقعت في 2018 دخل معها ديريكت والمغرب وقعت على الاتفاقية وحتى الجزائر وقعت على الاتفاقية اللي دخلاش حيز تنفيذ في 2021 جزائر دي ما مقول بين هاد الاتفاقية هي اللي تخرج عليهم حيث هما الصادرات ديالهم غير الغاز و النفط ماشي بحال المغرب هما كانوا داروا هاد الفكرة ديكسة على المغرب ما كانت الاتحاد الأفريقي وكانوا تيقولوا بأن المغرب صافي متلاش غاد يرجع وكانت عندهم البحبوحة كانوا صافي صاحب راسهم وصلوا والمغرب يغفلهم وردخل ومع الدخله مع اسنة الاتفاقية وحيث هما من ذلك الدول صاحب الفكرة ما قدرواش يتراجعوا وخا غادين في الخسران راه خسرين مئة في المئة حيث ما عندهم ما يصدروا ما عندهم بنية تحتية ما عندهم طرق ما عندهم مواد أولية شنو غاد يصدروا هاد راه أكبر قالب داروا المغرب للجزائر تبعوا معايا الاتفاق كان يبدأ حيث تنفيذ في 1-1-21 ومصفته بوز بال القرقارات لكي يقطع الشحينة المغربية حيث بدأ الاتفاق وغزه أفريقيا كان يبدأ وفي هذا التهور زادهم من مغرب قلب أخر حرر مع بر القرقارات وحيد الدرسة من الجدر تبعا تشتحوا ذلك الشحة لذلك المدبوح وبغوا يجد وبغوا يجروا معاهم تونس تشتح معاهم ويمكن حتى موريطانيا تفرقوا عليهم ذلك الشيء اللي يبقى موريطانيا 200 مليون وتونس 300 مليون 600 مليون في قل من شهر والشعب دائر الصف على البطاطة رأى الحمق هذا ما حال من واحد يتساءل ويقول ما هو الهدف ما هو الفلوس الذي يعطي اخوان رأى القضية والتي تعلمك شوف خد من عندي حقيقة في دقيقة ما حال هذه ما كانت تتحرر مع بر القرقارات ويقولوا احنا ماشي سوقنا بينكم وبين البوليزاريو المغرب سد هذه الملف وبقى الجزائر معانا فاصة فاصة ذلك الفلوس اللي كانت تتعطيهم تحت الطبلة تتعطيهم فوق الطبلة هذا هو اللي كان هذا هو غير راشاوي اللي كانت تتعطيت حال هذي تبا ما بقى عندما تخسر تتعطيهم عيني عينك وفي الأخر هالله غيطرة غيطرة للجزائر مع تونس بحال لبنان مع سوريا دائما المغرب هو الأصل والباقي تقليد تحياتي 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 شكرا